ولو تسألين أي شخص عن عالم الصباقات بيقول لك الفورمالاوان طبعا الفورمالاوان هو يصنفك أعلى تصنيفك أعلى وأقوى الصباقات بس بعد الفورمالاوان يطاق صباق التحمل الـ 24 ساعة 24 ساعة هذه يعني يعتبر أرقى وعرق وأقدم صباق صار يعني الصباق هذا بدأ من 1923 صحيح كانوا يختبرون فيه السيارات الليديدة أيضا بالضبط في السنوات هذه المصانع تواق بدأت تطلع في ماركات أو يعني عالمية للسيارات خذت سمعتها لين اليوم من هذه السباقات اللي هي في البداية من سباق الـ 24 ساعة لأن المصانع بدأت تطلع في السنوات هذه فقالوا بنسوي سباق بنشوف مين سيارته أفضل عشان العميل ياخذ السيارة الأفضل طبعا السباق مدته 24 ساعة فالسيارة هذه التحمل مش بس للسيارة كيف السيارة هذه بتكمل على المضمار مدة 24 ساعة كيف المحرك بيتحمل كيف الفرامل بتتحمل بأقوى سرعة بأقوى يعني ما بندها ستدلع السيارة أنت يعطيها كل الضغط عليها ومدة 24 ساعة و24 ساعة أنت كم تسابق يعني محمدان كيف تحمل 24 ساعة هل تتوقع يبغيها قبل السباق؟ السباق الـ 24 ساعة الـ 24 ساعة يعني هو يكون عن طريق فريق كامل متكامل يتبادلون يعني يتبادلون يكونوا من ثلاث سائقين كحد أقل وخمس سائقين كحد أقصى نحن شاركنا أربع متسابقين ويكون فكل سائق يسوق بمدة ساعتين ويبدل السائق الثاني نحن نشوف صورك بوحمدان نعم نحن خبرنا عن هذه الصور الجميلة جداً هذه كانت في بطولة الجولف برو كار هذه بطولة محلية ناشنال عشان توصل لبطولة الـ 24 ساعة لازم يكون عندك سجل من بطولات ثانية يعني هذه تعتبر بطولة قوية لازم الفريق اللي بيأخذك بخليك تسوق سيارة وبتشارك لازم يشوف الريكورد اللي عندك ماعتمد من الـ FIA والبطولات اللي حصلت الحمد لله فيست في في 16 سباق في الجولف برو قبل اللي يدخل في الـ 24 ساعة و 6 ساعات اللي فياس و فيست فيه سباقات الكسر الزمن الـ Time Attack اللي هي هذه قبل الجولف برو صباقة اللي هوات تقريبا فيست اللي هي مش الدراق ريس كسر الزمن شيء ثاني كسر الزمن وبطولات هذه كلها تكون على مضمان رياس وحلبة دبي أوتو درون نعم تقريبا فيست فيه سباقات الكسر الزمن